اهلا بكم يا جماعة النهاردة ان شاء الله نهاية الكورس تعمل الدجال الصناعية وان ينهيه باخر محاضرة اللي هي في تصنيف الاصباغ الصنف اللي عليه الدور له اصباغ الفسلينات واصباغ الفسلينات زي الفينوفسالينز طبعا ده اول واحد فينا طبعا كلنا نعرف الفينوفسالينز لونه بيبقى عادي من اللون في وسط الحمدي وبيبقى لونه فوشي او ريد في الوسط القاعدية اوكي طب تحضير الفينوفسالينز عن طريق الفسالك انا هيدرايدز مع جزيئين فينول في وجود اسد قوي زي كونساليس الفوريك اسد عشان يكون لي الفينوفسالينز اللي قدامنا لو بيكون كارلس في الوسط القاعدية طب في وسط الحمدي ايه اللي بيحصل له كارلس سوري هنا في الوسط الحمدي وفي الوسط القاعدية الو ايتش بتتبدل تبقى زي ما انا شايفين او ايه ايه وبيتكسر الاناهيدرايدز ويكون لي السورت اللي قدامنا فهو في حالة الفينوفسالين بيبقى في حالة الوسط القاعدية بيبقى لونه بينك في حالة الحمد بيكون لونه كارلس ولنزم بقى عارفين السبب له تغيير السورتز بعد كده في الفلوريسينز زي الميكوكروم اللي همستخدمه في معالكة الجروح الميكوكروم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فسالك انا هيدرايد مع ريزارسينولز يكون لي الفلوريسينز والفلوريسين في ميكوكروم هيدروكسايد يكون لي السورتز بتاعته هو ده الجرينيش ايه ريد الجرينيش ريد فيه بقى حاجه اعز اقولكم عليها الفلوريسين الاولين اللي هم شايفينه قدامنا ده هو الميكوكروم اللونه احمر وبعد كده لو انا حبيت يديف عليه السوديوم هيدروكسايد بيكون لونه الجرينيش ايه ريد بعد كده هو سناخد اصباغ الأنصرة كينون زي الألزرين ده بيستخدمه في سبغة لونها اصفر وبتكون محللها زاهية مع المانيوم الكاسم والحديد وبنصبغ بيها الاكتر الأنصرة سين هنا بيتفاعل مع سوديوم دايكوروميتس بيعمله اكسادة طبعا في انشط حديثين في الحلقة ويكون له الأنصرة كينون سالفونيك اسيد في وجود السوديوم الهيدروكسايد السالفونيك اسيد سيوسريف تحول للسولتز بعد كده في وجود السوديوم الهيدروكسايد والفيوجينز يحول السوديوم الهيدروكسايد وهو ده بنقول عليه الألزرين بعد كده اصباغ الدان او الاحواد الصبغ النيلية دي منصبغ في اصباغ الملابس باللون الازرق وده بنصبغ فيها تو ناترو سينناميك اسيد طبعا تو ناترو ده سينناميك اسيد ووضع اثنين في ايه في ناترو عن طريق البرومينيشن بيعمل عملية اكسادة وهدينبالكم ويكسر بيها الدبل بوند ويديه في اثنين برومين يعني حول الدبل بوند السينجل ايه بوند زي ما احنا شايفين بعد كده بيحط الالكوحول الكوياتش معروف ان الالكوحول الكوياتش بتشيل نايس اتش بي ار هتشيل اتش بي ار كم مرة اه مرة تانين ادي واحد ادي اثنين عملية التريبل بوند اللي قدامنا نعمل الريداكشن لمجموعة الاسيتيت ومجموعة الاماينو وقعدين بالكم ويحصل عملية السيكاليزيشن ويكون لي الانديجو اللي هو الاول انديجو اللي هو بنستخدمها للأصباغ الانيلي انيلي كده احنا خلصنا كورس المنتجات الصناعية ارجو ان يكون عجبكم ويكونوا فهمتوه واكون قدرت يا رب ان اوصل لكم المعلومة وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وانتو تكون عند حسن ظني بفهمكم الكورس الجيد اللي تقدروا توجهوا بيه سوء العمل وتفهموا سوء العمل ماشي ازاي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة